الاله من هو؟ أصل الجمال والكمال والنوال كل ما في الأرض من أشياء جميلة شوف الورود والأزهار في عندي لوحة كان فيها 500 نبتة زهر كل زهرة أروع من الثانية من أعطاها الجمال؟ شوف وجه الطفل صغير فيه جمال يفوق عند الخيال شوف البحر شوف جبل أخضر فيه من الأرض مناظر جميلة تفوق عند الخيال والحكمة من ذلك الله وعدنا بالجنة والوعد بالجنة بكلام بالقرآن بس الكلمة ما لم يكن لها مرتكز ما لم يعلم لو فرضنا واحد ولد بالسجن بصير وما رأى البحر بحياته قلنا له بحر ثلاث حروف بحراق ثلاث مقاطع صوتية هذا البحر ما لم يعلم عنده أطلاقة لو شاف البحر لو ركب البحر لو كان يغرق بالبحر لو سبح بالبحر كلمة بحر بتسير كل هذه الخبرات فالله عز وجل خلق أماكن جميلة والله في أماكن بأوروبا قطعة من الجنة جبال خضراء أنهار رخراقة شوف عصفورك يغرق في حيوانات جميلة يطوس في حيوانات جميلة جدا في مواقف جميلة جدا في جبال جميلة جدا في بحار جميلة جدا هذا الجمال في الأرض ما حكمته ليكون هذا الجمال مرتكزا في ذهن المؤمن عن الجنة الله قال جنات تجري من تحتها الأنهار فأنت موعود بالجنة شوف ما لا عين رأت أنت كم بلد زاير عشرة خمسة عش بس ما لحت لك وهذا المبوش ما بتعرفه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر موعود بالجنة يا جماعة